من صدارة المشهد السياسي إلى أسفل الجدول التشريعي مسافة غموض تغرق التمديد لقائد الجيش في أسئلة حول نجاح الجلسة التشريعية في بته إذ يبدو أن جدول الأعمال سيكون حافلاً بالقوانين التي سيدرجها بر إلزامياً لأنها لم تبت في الجلسة الأخيرة أو أحيلت من اللجان وهو سيستفيد من هذا الإلزام القانوني لتحقيق مطلبه الإختياري بتكريس عمل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي هيئة مكتب المجلس ستجتمع الأثنين لحبك الجدول علماً أن المعلومات الأولية تشير إلى 16 قانوناً منجزة باللجان بما فيها تلك التي ستنجز في اجتماع اللجان المشتركة الأثنين أيضاً بالإضافة إلى 103 اقتراحات قوانين معجلة مكررة وبحسب مصادر نيابية فإن البنود اللافتة التي من المرجح إدراجها على جدول الأعمال هي الـ Capital Control، استقلالية القضاء، الصندوق السيادي، قانون الضمان الاجتماعي، قرد تمويل برنامج أمان، والطاقة المتجددة إلى هذه البنود تضاف القوانين المعجلة المكررة التي تتصدرها وربما تختزلها تلك المتعلقة بالتمديد وهنا برزت مخاوف من أن تؤدي البنود الجدلية إلى تفخيخ الجلسة قبل الوصول إلى التمديد فبعض التفاصيل في القوانين المطروحة تحتاج إلى ساعات من النقاش كنقطة تشكيل مجلس القضاء التي يتناولها قانون استقلالية القضاء مثلاً لذا ترجح مصادر نيابية أن يرجع البحث بالقوانين الدسمة إلى آخر الجلسة أو إلى جلسات أخرى لتمرير التمديد إذا صفت النيات ولسيما الـ Capital Control الذي لم يرد ضمن سلة متكاملة كما سبق أن طالب بعض النواب وسيكررون هذا المطلب في الجلسة بالنسبة إلى النائب أكرم شيب مجرد الدعوة إلى الجلسة التشريعية تؤشر إلى أن الأمور سالكة وهي ستنتهي إلى عدم السماح بأي حل الفراغ بالقيادة العسكرية والأمل كبير بأن تنجح في التمديد لقائد الجيش نظراً للحاجة الداخلية الملحة وموقف كرك الثابت كما الموقف الخارجي الداعم للتمديد والطرح جدي بأن تقوم الحكومة بتعيين رئيس الأركان بالتوازي لينوب عن القائد بحال غيابه لأن القانون لا ينص على أن يتولى كامل صلاحيات القائد بحال الشغور مصادر مطلعة في الثنائي الشعي تستبعد أن يتردد حزب الله في موضوع المشاركة أو النصاب نظراً إلى أن لا سابق بمقاطعة الحزب لجلسة دعا إليها برري وأي خطوة باتجاه الانسحاب وتهديد النصاب في هذا الظرف قد تشكل رسالة في غاية السلبية تجاه الجيش الذي تعرض لأكثر من استهداف إسرائيلي وهنا تبقى مسألة الإخراج في ضوء الاقتراحات الأربعة المقدمة للتمديد وفي وقت كثر الحديث عن احتمال تبني صيغة التمديد لستة أشهر علمت الأم تيفي أن الاتصالات ناشطة بين القوى السياسية لتوحيد صياغ الاقتراحات قبل الجلسة ومحاولة الخروج بصياغة واحدة علماً أن بعض التروحات تنص على التمديد سنة لرتب عميد وما فوق وأخرى تبدأ من رتبة ملازم وما فوق ترجمة نانسي قنقر